سامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس عبدالفتاح سيسي إن الدولة تتمكنت من القضاء على الفكر المتطرفة وعضف الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية لقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيدة أن ثمن التضحية لا يمكن أن ننسى لتحقيق استقرار الدولة وأن كل ظرف مر على الدولة خلال العشر سنوات الماضية له تكلفته ويجب أن يتحمل تبعاتها الجميع وأكد الرئيس السيسي أن الظروف التي تحملها المصريون تزداد نتيجة الصراعات المتتالية والظروف المتعاقبة في العالم رو مرورا بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والحرب على غزة مشينا إلى أن التحديات والأوضاع في المنطقة لها تأثير على مصر كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة ضبط سوق الصرف موضحا أنه لو لا سعر المرن وفقا لطلبات السوق لحدثت مشكلة كبيرة قتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم أربعة من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في جنوب لبنان وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن الغارة على المنزل في حي العين راح ضحيتها عائلة من أربعة أشخاص نازحة من بلدة بليدة وأصيب أكثر من تسعة آخرين ودمرت الغارة المنزل بكامله وسببت أضرارا في البيوت المجاورة له قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها بطريقة إدارته للحرب في غزة وأكد بايدن على أن نتانياهو الحضر بشأن الأرواح البريئة التي تفقد بسبب الإجراءات المتخذة في الحرب مشددا على أن ذلك يضر بإسرائيل شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا بالعضوان الإسرائيلي على قطع غزة وشارك الآلاف في تظاهرات بعدد من المدن والعواصم مثل تونس والعاصمة الألمانية برلين والفرنسية باريس وكذلك في لندن ومنشستر في إيطاليا دعما للشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلاء إسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني رحبت قوات الدعم السريع بالدعوة التي أطلقها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان وعبرت قوات الدعم السريع في بيان لها عن أملها في أن يؤدي قرار مجلس الأمن إلى تخفيف معاناة السودانيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين فضلاً عن استغلالها في بدء مشاورات جادة نحو بدء العملية السياسية التي تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار حصل الرئيس الرواندية بولكا جامعي على تأييد الحزب الحاكم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في اليوليو وفي اجتماع نظام كبار مسؤولي حزب الجبهة الوطنية الرواندية الحاكم في العاصمة كيجالي حصل كاجامي على تأييد 99.1% من الأصوات وقال كاجامي بعد أن حصل عن تأييد الحزب أنه يوافق على تحمل العب الذي عهدوا به إليه وهذا ومن المقرر أن يختار الناخبون رئيسهم المقبل في الخامس عشر من يوليو المقبل لفترة تستمر خمس سنوات ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال بقي فقرات صباح الخير يومصر